محطات سياسية هامة مشاهدين منذ سقوط نظام البشير في 11 من إبريل عام 2019 تفاهمات سياسية أغلبها لم يحظى بالتوافق مع الشارع لنعود معكم مشاهدين إلى أهمها العسكر للثقنات والأحزاب للانتخابات بهذه العبارة التي أطلقها عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان استجابة لبطالب الشارع السوداني دشن السودان بما يحتويه من المكونات والقوى السياسية عهدا جديدا بالتوقيع على الاتفاق الإطاري اليوم للتحول الديمقراطي والانتقال إلى الحكم المدني هذه الخطوة الإيجابية باركتها واشدت بها الدول العربية وأوروبية داعية إلى حوار شامل في هذا الفيديو استعراض للمحطات السياسية منذ سقوط نظام البشير وما تخلى لها من التفاهمات السياسية والتي لم تحظى بالتوافق بينما قطاع من الشعب خرج اليوم في مظاهرات رغم الاتفاق ألف مبروك للشعب السوداني هذا التوافق وتمنياتنا له بالتوفق والنجاح للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو حتى النهاية سجلوا أراكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة تحياتي وتغيير على ما وصفها حينها بالوثيقة دستورية وهي التي حكمت الفترة الانتقالية وتشكل بموجبها مجلسة سيادة والوزراء بعملية تقاسم للسلطة بين العسكري والمدنيين ساعة ثانية أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا ترجمة نانسي قنقر